طيب عايزين كمان نتكلم على تدريبات الاهلي وازاي الاهلي بيستعد للمرحلة اللي جاية امبرح كنا نتكلمنا على غيابات عديدة جدا ما يقرب من حوالي 20 لاعب لدرجة ان فيه استدعال اكتر من 11-12 لاعب من قطاع الناشئين اروح مباشرة الى ملعب مختار التلشي بالجزيرة مع الزميل العزيز شريف شعبان وبالتأكيد حاضر النهاردة ليه المران ونشوف اخر تطورات بالنسبة للجهاز الفن بقيادة بيت سمسيماني بالنسبة للمرحلة اللي جاية بساء الخير يا شريف بساء الخير زميلي محمد تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان وخليني قبل ما اتكلم على التمرين يمكن من خلفي الآن وعلى الهواء مباشرة لشاشة قناة النادي الاهلي الروح والمودة الكبيرة جدا ما بين الجهاز الفني والعمال مطش على الهواء مباشرة الآن يمكن فرقة بيقودها مدير القرى الكابتن سيد عبد الحفيز والفرقة الأخرى بياخدها الكابتن سامي أمصان مدرب النادي الاهلي ومباراة ضرب نار بلغة القرى حدث ولا حرك على فنيات الكابتن سيد عبد الحفيز وفنيات الكابتن سامي أمصان ويمكن منذ قليل الكابتن سيد عبد الحفيز عدى بشكل مهاري جدا من كيفين جونسون المدير المدرب العام للنادي الاهلي الروح الطيبة والمودة والروح الجميلة بين الجهاز الفني والعمال ليه أصر طيب جدا قدام اللعيبة كمان اللعيبة بكبتشايد هذا اللقاء منذ قليل هي دي روح النادي الاهلي اللي عاوز يدور على انتصارات النادي الاهلي يشوف الجهاز الإداري بيعمل إيه مع العمال والجهاز الفني بيعمل إيه مع العمال المحبة والود ما بين الجهاز والعمال واللعيبة طبعا بتساوي بطولات بتساوي انتصارات الكوتش بيتسو مع أي من الفريقين ولا هو بقى هي الكوتش بتاع هذه المباراة لا الكوتش بيتسو ما شاركش في هذا اللقاء خالص على طول خلص التمرين ودخل على قط اللبس ولكن باقي الجهاز كله موجود المحللين الأداء وباقي الجهاز تمريني اليوم بقى زميل محمد يمكن بدأ فيه الرابعة عصرا ومن قبلها كان فيه يمكن فيه 13 ناشئ موجودين في الفريل الأول مستر بيتسو مسبانيا حرس يعمل لهم اجتماع مغلق ويتكلم معاهم إن الله هيلفت نظري في هذه الفترة هيكون موجود معايا في الفترات المقبلة مش هينزل تاني إلى قطاع النشئين الفرصة قدامكم الفتو نظري لكم نفزوا لو أقولكم عليه في التمرينات اللي هيلفت نظري واللي هيقدي كويس في التمرينات هيكون موجود معايا موجود في الفترات المقبلة باش هينزل خالص بدأ التمرين وعمل تأسيمة تألق فيها معظم ال13 لعب الموجودين ولكن الملفت للنظر ما شاء الله طبعا عودة الحاوي وليد سليمان عمل النهاردة تأسيمة ولا أروع ولا أقوى ما شاء الله عليها رب بإذن الله تكمل على خير بيعلن جاهزيته لمباراة المريخ السوداني طبعا حسب الرؤية الفنية المستر رابيتسو مسباني ولكن النهاردة بيعمل تمرينة وبيعمل تأسيمة قوية جدا 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 على الجانب الآخر محموم متولي العائد من دربات صليبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بيعلن جاهزيته لألفترة مقبلة محموم متولي أصبح الآن جاهز ولكن بقى موضوع القيد والكلام ده كله ولكن بكلم على إصابة طويلة جدا محموم متولي قدر يرجع من إصابة كبيرة وبيرجع بسرعة ما شاء الله وبيشارك النهاردة بكل قوة في الالتحامات وفي كل حاجة وأعلن جاهزيته طبيا طبعا للمشاركة في تمرينة الأهلي الفترة المقبلة خليني بقولك زميل محمد كواليس كتير يمكن البكرة هيكون التمرين الساعة 10 الصبح هيكون فيه لقاء ودي مع فريق شباب النادي الأهلي اللي بيخده طبعا المديرة الفانية للنادي الأهلي كابتن عمر أنور هيكون التمرينات الفترة مقبلة الساعة 10 الصبح لحد يوم 30 مارس السفر بشكل مبدأي هيكون يوم 31 مارس طبعا على طائرة خاصة يمكن مدير الكرة الكابتن سيد عبدالحفيز على اتصال مع السفارة المصرية في السودان وعلى اتصال أيضا مع مدير الكرة مع فريق المريخ السوداني يوم 2-4 في مباراة هتكون على نفس الملعب اللي هتقام عليه اللقاء ما بين طبعا الهلال السوداني وسن دونز مدير الكرة كابتن سيد اتكلم عن مدير الكرة في المريخ انه ما عندوش مشكلة خالص انه لو معاد التمرين الرئيسي يكون قبل هذه المباراة يكون في يوم تاني غير مباراة في تنصيق كامل بين الكابتن سيد عبدالحفيز هو مدير الكرة في المريخ السوداني الود والمحابة ما بين الفرق طبعا في أفريقيا اسم النادي الأهلي كبير والكل بيعمل ألف حساب لاسم النادي الأهلي وفي تعاون كبير طبعا مع النادي الأهلي سلبية المسحة طبعا الطبية لعملها مبارح النادي الأهلي الحمد لله السلبية المسحة الطبية يمكن دي ككوالسنا من المران اللي انتهى منذ قليل يا رب بإذن الله يكون الفترة اللي جاية كلها خير للنادي الأهلي يا رب بإذن الله يكون اللي جاية كله انتصارات للنادي الأهلي مع الجسم المحمد لو فيها أي استفسار زميل العزيز شريف شعبان أنا بشكرك شكرا جزيلا لكل زي المعلومات والإضاحات وبجد أنا عايز أشكرك كمان على النقطة اللي أنت أسرتها واتكلمت فيها لأن دعي بمصارح حديث الفترة جاء انت قفلت الموضوع مبكرا فكرة ماتش المريخ والآلي وقبلها بيوم مباراة سانداونز والهلال والتدريب عايب الملعب ازاي انت قلت نقطة مهمة وفيه تنصيق تام بيتم ما بين الكابتن سيد كمدير كورة في النادي الآلي مع المسؤولين في نادي المريخ وبالتأكيد هيتم الاتفاق على موعد التدريب الرئيسي لكن كنت أتمنى المباراة تكون الساعة 6 خاصة ان الملعب في اليوم اللي قبلها هيتلعب مباراة الهلال وسانداونز الساعة 6 فكنت أتمنى المباراة يوم السبت تتلعب الساعة 6 بدل ما تكون الساعة 3 العاصر لكن في النهاية كل نادي على ملعبه بيحدد التوقيت اللي نزمه